أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهل عندنا كلام مهم جدا في فقرة تريند الأهل وعن أستعرض اللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أول حاجة من صفحة الوطن سبورت طبعا بيتكلموا في الحساب الرسمي اليوم على تويتر إن رباعي الأهل الدولي مهدد بالغياب عن الكأس بسبب محمد النني طبعا الفكرة في رباع الدولي محمد الشناوي وعيمان أشرف وحمد فاتح ومحمد مجدي أفشا مهددين بالغياب عن مباراة أبو قير للأسمدة بسبب إصابة محمد النني لاعب وسط الأرسنال والمنتخب الوطني طبعا الرباعي الدولي لن يشارك في تدريبات الأهل إلا بعد ما يخضعوا لمسحة طبية بعد العودة من التوجو هناك أنباء إنه ممكن بعد المنتخب ما يرجع اللاعبين سواء لعب الأهل الزمالي كل اللاعبين الموجودين في المعسكر للمنتخب ممكن يعودوا حوالي من 3 إلى 4 أيام في عزل بحيث إنه يكون فيه أكتر من مسحة طبية للاتمئنان على حالتهم الطبية قبل ما ينخرطوا في التدريبات الجماعية مع عنديتهم خلال الساعات القادمة لكن بشكل عام هنعرف كل التفاصيل دي بعد مباراة اليوم لأن الفريق على طول بعد المباراة إن شاء الله هيرجع إلى القاهرة طيب صفحة السوبر راكورة معايا أيضا كمان على الفيسبوك كتبوا إن بدر بنون يختر الأهل بالعودة للقاهرة غدا بعد التوقيع أربعة مواسم بدر بنون الحمد لله كان عمل مسحة طبية خلال اليومين اللي فاتوا والحمد لله يمكن المسحة سلبية فأصبح جاهز إن هو يسافر من المغرب إلى القاهرة أسروته أيضا كمان كان عايز يتطمن عليهم الحمد لله حاليا بصحة طبية جيدة كلهم إن شاء الله هيكونوا جاهزين إنه يكونوا موجودين معاه في القاهرة خلال الفترة اللي جاية طبعا بدر بنون هيتقايد ضمن الصفقات الجديدة وممكن إن شاء الله يكون متاح في نهاء الكاس إن شاء الله يوم 5 ديسمبر لما الأهل إن شاء الله ربنا يوفقه يتخطى مرحلة دوري التمانية وقبل النهاء لكن طبعا نهاء إفريقيا لن يقيد لأن بالتأكيد بتلعب بنفس القايمة الأديمة وهيكون متاح بإذن الله في الموسم الجديد طيب كمان معنا من تريند الأهلي صفحة يلا كورا يعني كانت نقلت حوار أجرية بين علي معلول وفرجاني ساسي على إحدى القنوات الرياضية العربية كان يعني مناظرة بين اللي تنبس في إطار جيد جدا وإطار بين الروح الرياضية بين اللاعبين بيلعبوا في المنتخب التونسي لكن نجم في النادي الأهلي ونجم في نادي الزمالك وكان علي معلول بيقول فرص الأهلي هتكون 90% لكن الزمالك بالنسبة له هيكون 10% المهم أن يحصل على لقب الإفريقي أحد لعب تونس وإن شاء الله يكون الفوز لنا ده كان رأي فرجاني ساسي لكن في نفس الوقت علي معلول كان شايف أن بالنسبة له في مرتين ما كانش موجود في نهاية إفريقيا بصحب الإصابة لكن قال إن شاء الله التالت تبتأ ويكون موجود في نهاية إفريقيا بصراحة كان لقاء ممائز جدا أيضاً كمان من صفحة بطلات نشروا تصريح لعلي معلول وتكلم فيه زي ما قلتلكوا على أن في مرتين ما كانش موجود مع الأهلي في نهاية دور الأبطال لكن إن شاء الله يكون التتويج معاه في التالتة المراضي لما يكون إن شاء الله بيشارك في المباراة النهائية نتمنى يا رب النهاردة مباراة تونس أمام تنزانيا تمر بسلام ويكون علي معلول ضمن القوام الأساسي في نهاية دور الأبطال وعنصر مهم جداً في مباراة الزمالك طيب كمان معنا من ترند الأهلي صفحة يلا كورة على تويتر نشروا تصريحات لدكتور أشرف صبحي وزيري الشباب ورياضة واللي قال فيها أن مباراة الأهلي والزمالك في نهاية دور الأبطال ستقام على ملعب استاد القاهرة بشكل نهائي ورسمي ولكن لم نحدد عدد الحضور الجماهيري في المباراة ما زال الأمر محل دراسة مع الاتحاد المصري لكورة الرجل كنت شرحت الموضوع ده قبل كده ما حضرتكم وقلت إن الاتحاد الإفريقي ما عندوش أي مشكلة السلطات المصرية مع اتحاد الكورة تحدد العدد وفي النهاية الكافة يوافق طالما فيه خطة متعلقة بالحضور الجماهيري وبالإجراءات الاحترازية معلوماتي في هذا الشأن أنه حتى هذه اللحظة 25 فرد من الأهلي و25 فرد من الزمالك لكن خلال العشرة أيام القادمة ممكن جد جديد ده حسب تصريحات دكتور أشرف صبح وزيري الشباب ورد من هذا اللي قالي أن الأمر حتى هذه اللحظة محل دراسة من الأطراف المعنية آخر حاجة معايا من ترند الأهلي سبورت 360 مصرية بيتكلموا على أن محمد أبو تريكا ومحمد براقات هم هدافي القمة الإفريقية بأربعة أهداف لكل لعب كل واحد أحرز أربع أهداف في دوري أبطال إفريقيا وتحديدا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك طبعا أبو تريكا اعتزل ومحمد براقات حاليا هو مدير المنتخب الوطني لكن إن شاء الله لعب يا النادي الأهلي قادرون على تحقيق نتيجة جيدة في مباراة القمة أخرج لفاصل وبعد الفاصل فقرة مهمة جدا من برنامج الترند وتفاصيل جديدة هنتكلم فيها وأيضا كمان كلام عن المنتخب الوطني